دكتور محمد سديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري أهلا بكم النهاردة حلقة مثيرة ومهمة جدا ولو قلتلكم عنوانها أنه الإهمال خطورته أن يكون مزمن وإحنا أبطال في الإهمال المزمن الإهمال مزمن فقعدتك الغلط إهمال مزمن في أنك أنت بتلعبش رياضة إهمال مزمن في أنك بيجي لك ألم فبتطنشه تخط له ألم آه مسكن ألم آه يعني لو أنت يعني مهمل قوي أو بتستاهب لو هتهد لك مسكن عنيف زي الترمدول خطر ويوم ورا يوم الإهمال بأعادة طبيعة ولا كمان شايف من وجهة نظري إن احنا بنحط دايما إهمالنا في صورة غلاف شيك يعني مهمل بتصور الإهمال ده في عقلك الباطن وإذا بقولك الغلاف فإنك أنت بتهمل لأنك أنت عندك تفاني في خدمة أسرتك في الشغل وقتك أنت بتهمل لك ما عندكش وقت وإنت راجل صلب وقوي فبتتحمل الألم أنت بتهمل إنك أنت شوية بقى يعني عندك شايف بتفهمها وهي طايرة وحس إن الدكاترة هيخطوك في متاهات جملة اللي بدأت تبقى موجودة في دماغ ناس كتير أنا خايف أروح لأروح في متاهات ترى الإهمال ده ممكن يوديني إيه؟ ده حوار مهم جداً النهاردة وطبعاً عظيف مهم جداً هيب نفتخر جداً ونسعد جداً بأننا نحصل على شرف لقاء ضيفي العزيز واحد من الأسزة الكبار في عالم جراحات المخ والأعصاب واحد من الأكاديميين الرائعين والجراحين المتميزين وأيضاً الكاريزمات الخاصة جداً في القصص الطبي الخاص بمرضى ناقل رائع جداً لتجربه داخل غرفة العمليات وبسعد جداً بيوم ضيفي العزيزة لأستاذ الدكتور محمس بيهودي أهلا بك أستاذنا أهلا محراج الدكتور عين حسن كلام عجبك جداً عندنا الإهمال متبروز؟ هو القاعدة بقى هو الإهمال يعني إحنا دايماً عندنا تبريرات لكل حاجة بنعملها والغلط بتاعنا الحقيقة قانوني يعني وبنهمل وبنسيب الدنيا تمشي ومعندناش خطة لبعد كده ويوم ما نجي نتكلم بالعلم لأ العلم ده آخر حاجة ممكن نصدق بيه طبعتنا بقينا إن إحنا نصدق واحد جاهل أو واحد نصاب أو واحد دجال وما نصدقش دكتور زي ما حرج بتقول أنا خايف أروح للدكترة لياخدوني في سكة في متاهات في متاهات أو يعملوا علي شغل أو ينصبوا علي ويصدق واحد دجال واحد يقول له تعالى أنا حللك مشكلتك بعصاية ولا بحجامة ولا بخزامة ولا بكوي بالنار ولا تعالى ما نشد إيديك ورجليك ولا تعالى ما نقطع لك رأبتك وبندخل في المتاهة وبعدين يعني الحتة اللي حركتها في الأول ده عجبتني جدا يعني إيه ترتيب أولويات حياتك يعني أنت إيه الأهم يعني النهاردة كان عنده مريض لما بيتكلم بيقول له بس يعني أو عنده عملية أو عنده غضروف قد كده منفجر وضغط على العصب بدأ يعمل سقوط في القدم والبول بدأ يسيب منه يقول بس أصلا عندي عيالي في الإعدادية وإن شاء الله لما يخلصوا في أجازة الصيف براحتك إن شاء الله بأمر لا ربنا استرع معاك بس الحقيقة القاعدة بتاعتك إن العصب مش هيستناك العصب مش هيستحملك العصب لو راح ما بيرجعش دايما إحنا عندنا عشي خطر ولادك كمان اللي انت تتعمل ده كله برضو عشي خطر ولادك ما هو الترتيب هنا غلط هو شايف إنه هو أنا مش عايز أشغلهم دلوقتي عشان عندهم امتحانات ولازم أكمل وأشتغل وبتاع وفي الأجازة الدنيا يتبقى كويس أصل المرض مش هيستناك واللي بيروح ما بيرجعش يعني وده اللي سبب المشكلة عند كتير جدا من الناس اللي بترعب انت عارف إيه الصدمة بتاعت المريض دايما إنه بعد العملية بيحس إنه هو ما حققش اللي كان في دماغه ها من نتايج قبل ما يدخل العملية بمعنى أنا سبت نفسي عشرين سنة عند غضروف في ظهر أو في رقابتي وعمل ضمور في العصب وعمل ضعف وعمل تنميل وعمل خدلان وعمل حرقان وعمل وجع وتقلص في رقابتي وتقلص في ظهري ومش قادر أمشي مش قادر أوطي وبكح بتوجع وبمشي بتعب كل الكلام ده موجود بس أنا عملت عملية أنا ليه ما تحسنتش بعد العملية دي السؤال يعني أصلا أنا كجرح بشوف اللي في الأشعة دلوقتي عندي غضروف كبير خرج عندي فقرة منقولة أو فقرة مكسورة أو فقرة متحركة أو ورم أنا هشيل ده لكن ما بعد ذلك ده مش بتاعي ده مش في إداية ده ده مرتبط بالحصيلة اللي حررت كنت فيها قبل كده أنت سيبت نفسك كم سنة؟ القانون الطبي بيقول مدة المرض هي مدة العلاج طب هو أنت لما بتسيب نفسك 20 سنة ما أنت محتاج على الأقل 10-15 سنة عشان تحصل على النتيجة اللي في دماغك لكن أنت عملت العملية النهاردة بعد أسبوع تبدأ الشكو ده أنا لسه رجلية بتنمل ده أنا لسه الحرقان شغال ده أنا لسه الواجع ده أنا لما بقى في شوية بتعب حقيقة طبعا حضرتك كده ما هو لازم ده يبقى موجود يقول لك لا أنا عمل عملية عشان أخف يا جماعة ما إحنا لازم نغير من دماغنا لازم نغير من أفكارنا أنت أخذت الخصة من أول المجبراتي لحد دكتور العلاج الطبيعي لحد الوصفة اللي بالبلدي لحد العصاية لحد الاتنين اللي بيشدوا رقبوا وظهروا طب وبعدين جيت للدكتور في مرحلة كان الموضوع وصل لأن فيه فعلا فيه ضغط جامد أنت روحت له والحقيقة ما كانش الدكتور خيار أول ده هو لما لقى أن الباقي كله مش جايب نتيجة أجرب بقى الدكتور عايز سأل سؤالين مرتبطين شكل الألم لأنه ممكن ناس تتلخبط في توصيف الألم ونكرروا ونحفظهم عشان ما يفسرش الألم أي تفسير حاجة تانية السن هل حاجات اللي احنا بنقولها دي لازم سن كبير ولا ممكن شاب صغير يشتكي فنقوله لا الحق ده أنت ممكن تكون عندك مبادئ انزلاق هو القاعدة بتقول أن الغضريف دايما كان بتيجي في السن الكبير يعني بعد سن الاربعين وخمسة واربعين تبدأ أن نحس بشوية ألم في رقابتنا خشونة تعب شوية تلميل خدلان حرقان الإحساس في الإيد ساعات يقولك أنا بحس إيديا بتتلج أو إيديا بتخشن يعني ما عديدش نعمة زي زمان أو زي الأول أو بحس إن إيديا بتخس أو بحس إن أنا بمسك الحاجة إيديا بتترعش أو بتتهز من كل دي أعراض غير الصدع والدخة والألم وساعات النسيان والذاكرة في ناس بتقوم مشكلتهم في الرقبة أحساس غريب جدا مع التيابس بتاع الرقبة وبينزعوا المنطقة الصدرية حس إن ما فيش هوى أنا مخنوق مش عارف أخد نفسي ولكن بحس إن حركة دلوعي وصدري تعبانة جدا يعني إحنا كان معنا صور أشاعات تاعة ناس جالها غضريف والغضريف الحقية دي مهمة جدا إن إحنا نبقى فاهمين يعني الواحدة ما بيجير غضروفه يبقى إزاي هنتعامل معاه طيب السن الصغير آه بتيجي فيه انزلاقات غضروفية وبيجي فيه حاجة اسمها زحزحة فقريه هي بتبقى أكتر في الظهر في القطنية عن اللي في الرقبة في السن الصغير لكن لما بنعد بقى سن الاربعين والخمسة والاربعين والخمسين طبعا وما بعد ذلك بتبدأ بقى المشاكل بتاعتنا بتكتر لأن الغضروف بيجيب غضروف وبعد شوية دخلنا في ضيخ القناة العصابين وبعد شوية دخلنا في ضغط على الحبل الشوكي بعد شوية الحبل الشوكي حصل فيه ضمور طيب الإصابات اللي احنا بنشوفها زي كده يعني واحد مطب جامد في عربية أو إصابة في حدثة أو خبطة يعمل كسر في الرقبة والفقرات للنقية الفقرات للنقية لا خصوصية إنها حركتها كتير أو هي فقرة ضعيفة فخبطة جامدة أو وزار أو دايماً كانت بتحصل في المدارس يجيلك عيل طالب كده خبط صاحبه وزميله بيهرجوا مع بعض بالشنطة على رقبته من ورد ثم جاك يسرروا الرقبة أو اللي بيقفز في حمام سباحة أو اللي كان نازل في بول كده وديب برأسه أما جايا خبطة في الأرض معروفين اللي هما بينطوا من مسافات عالية إصابات الرقبة إصابات كتير جداً وبنخاف جداً من الرقبة لأن الحبل الشوكي ممكن يعمل لي شلل نصفي أو شلل رباعي يعني أنا ممكن لو إصابة واخدها جنب بقى نصفي يمين أو شمال لو إصابة في الظاهر يعمل النصف النصف التحتاني على حسب المكان بتاع الإصابة بتاعت الحبل الشوكي هنا بتيجي المشاكل اللي هي المريض بقى بتاعنا بيدخل في الدائرة والتوهان بتاعها مدة طويلة هل المريض لازم يفهم التشخيص يفهم إيه النوع الأشعة اللي تعمله وشكلها عامل إزاي يقرب يعني عنده ثقافة إنه يعمل أشعة لأنه في المرضى تقوله روح أعمل أشعة لي رح طالع من العيادة يقول لك بص بقى دكتور طالب مين اللي أعمل قال لك وانت مش دكتور وتعرف تشخص أشعة اللي أشعة لسه اللي أعمل أشعة لا السؤال اللي بنتساءله بقى طب لما حناك عارف إن أنا عندي غضرور بتقول لعمل أشعة لي يعني هي هي طبعا وطبعا إحنا بنقول الفحصات هي وسيلة مهمة جدا عشان أقدر أحدد الخطة العلاجية سواء أنا هديك علاج أو هقولك عملية أو هنمشي بالعلاج التحفظي يعني لما نعمل أشعة دي اسمها أشعة رانين مغناطيسة وهي أهم فحص في العمود الفقر هي أشعة رانين مغناطيسة والفحص الثاني المهم جدا هي الأشعة العادية يعني شوف الأشعة العادية لابد ولسود ورانين مغناطيسة هنا مريض عنده كان شاكوته ألم في الرقبة بالكتفين على النحيتين وبدأ يحصل خزل وضعف في رجليل الاثنين عملا الأشعة لقينا فيه أربع غضريف في الرقبة مع بداية نحناء الرقبة الطبيعية ما بتبقاش كده الرقبة الطبيعية بتبقى فيها كيرف رجل وراء عامل زي حرف سي كده هنا بقى حصل استقامة وحصل غضروف اثنين ثلاثة أربعة نشوف فيه نوعيات بقى كتيرة ده جاب آخر الخط يعني ده بقى الإصابة اللي احنا بنقول عليها دي الحادثة الخبطة اللي بالشنطة الشدة اللي في الرقبة كسرت الفقرة شوف الفقرة تكسرت واتحركت من مكانها وحصل إصابة للحبل الشوكي الحبل الشوكي اتفعص هو من سات ربنا في المريض ده لحقناه يعني كان بدأ يحصل له ضعف في ايديه ورجليه دي كان بنت في حادثة ولحقناها بس حصل عندها ضعف في اليدين وتنميل وخدلات كان ممكن الموضوع لو زاد كمان نص سنتي كان حصل قطع كامل في الحبل الشوكي فده مهم جداً إزاي نلحق ونطول ده مرض عنده طلت غضريف هنشوف واحد بعدية عنده غضروفين يعني هنشوف الأشعاء ده بقى شوف الحبل الشوكي هنا اتقفل خالص نتيجة الوجود غضروف منفاجر معضيك في القناة العصبية هنا شكوته ايه اليدين والرجلين معادش بس على قد إيد يمين أو إيد شمال ده دخلنا في الاتنين مع بعض فيه تاني أشعات ده عنده غضروفين بقى وده بنسميه غضروف منفاجر يعني الكتلة السودة اللي هي اللي ضغطة على الحبل الشوكي اللي هو نازل بالطول ده ده بنسميه غضروف منفاجر الغضروف المنفاجر ده دي مرحلة بنسميها بلاك ديسك اه بلاك ديسك وربشر ديسك بقى الغضروف المنفاجر مشكلته إنه هو الداخل يضرب في الحبل الشوكي على طول فالحبل الشوكي ممكن يصاب ويحصل كدمة في الحبل الشوكي او يحصل تليف في الحبل الشوك او يحصل ضمور في الحبل الشوك كله دي مراحل المشكلة ان الحبل الشوكي غير قابل للهزار معانا ما بيهزارش الحبل الشوكي لو اتضغط او تلمس هيعمل اصابة تفضل لها تأثير يعني احنا بعد حتى ما بنشيل غضروف بهذا الحجم لان الغضروف ده قاعد فترة وعمل والمقطة البيضة الموجودة في الحبل الشوكي الغضروف ده لما بنشيله المريض بعدها برضه بيفضل بيشتكي من خدلان وتنميل طب احنا عملنا العملية ليه؟ عشان احميه من الشلل انا قدية تشتغل وتتحرك وامسك بيها بس في شوية تخدلان وتنميل هيروح بس بعد قد ايه؟ قدل نفسك سنة 2-3 على حسب المدة بتاعت الضغط بتاعتك هنا بقى غضروف بقى متعددة ده عنده خشونة وضيك في القناة العصبية ومش كل واحد عنده غضروف يا دكتور ايمن هنعمل له عملية احنا بنقول ان 80% من الناس اللي عنده انزلاج غضروفي ما بتتعالج بالعلاج وبتخف بس الحق قبل ما الحبل الشوكي يتأثر قبل ما الغضروف ينفجر قبل ما يحصل ضيق متعدد في القناة العصبية لان لو حصلت حاجة من دولة خلاص بقى غصب عني ان انا لازم الحقه وفي ناس لو اهملناهم يعني فيه معنا اشعاعات بتاعت ناس وصلت لمرحلة الضمور في الحبل الشوكي اللي وصل للضمور ده حتى العملية مش هتفيده ساعتها ما بنرداش نعمل له عملية في بعض الناس وكبار السن ده مريض عملنا له عملية وكان مركب غضروف اتنين تلاتة اربعة اللي هي النقط دين دي غضروف البديل يعني ده عملنا اربع غضروف كان عنده اربع غضريف وتعملو ودي تعتبر من اكبر العمليات العمليات في الرأبة احنا بنعملها بالمناظير وبالليزر وبنركب غضروف بديلة والغضروف البديلة دي انواع كتيرة جدا بتبدأ بغضروف وشريحة وقفص غضروفي وشريحة متحركة وشريحة ثابتة وشريحة زكية تكنولوجيا قافزت قافزة كبيرة جدا جدا يعني عندنا نوعات كتيرة جدا بس هو دايما احنا بنقول نختار أنه عملية لأي مريض يعني اختيار العملية تتوقف على حالة المريض اللي انا هعمل له العملية اللي عنده غضروف واحد غير الاثنين غير تلاتة غير اربعة غير ضيق في القناة العصبية غير اللي حصل لدمر في الحبل الشوكي يعني كل واحد فيهم بيتطلب حاجة غير اللي عنده كسر في العمود الفقر يعني تدخل هنا بيختلف من مريض لمريض بس دايما احنا بنقول هناك حلول يعني فيه عندنا حل دايما للمريض لما نيجي نشوف بقى العمليات اللي بتتعامل النهاردة يعني الطفرة زي ما حراك بتقول والتقنيات الحديثة جدا جدا بقى الطفرة رهيبة جدا احنا بقينا النهاردة من جرحه صغير جدا اقدر ادخل واشيل غضروف اتنين تلاتة اربعة خمس غضروف في الرقبة الكلام ده كان في وقت من الوقات كان شبه مستحيل ما نقدرش نعمله لكن في وجود التقنيات الحديثة والليزر قفز قفزة كبيرة الليزر والمناظير يعني في الفقرات العنقية هنا نشوف حراج ده ده نوع ده غضروفه هو خرج وضغط على الحبل الشوكي احنا بنبين هنا ده النوع اللي ممكن يتعامل بحاجة اسمها ليزر الليزر ده بندخل الاول بقابرة زي دي كده وبنعمل حقن الحقن دي مادة سبغة علشان نشوف هل ده غضروف منفاجر ولا لا لان لو منفاجر مش هينفع الليزر عشان برضو الناس يبقى فهم يعني الليزر ده ينفع امتى لو غضروف متضخم بس الجراب بتاعه مش مقطوع لان الليزر بيولي الدرجة الحرارة عالية جدا فالحرارة دي في حد ذاتها لو الجراب الداخلي ده اتقطع ممكن تعمل لبخار زي اللي بيطلع من البرات بتاع الشاي كده يعور الحبل الشوكي يعني جرب كده الغلاية بتاعت الشاي دي حط ايدك على البخار بتاعه رهيب عالي جدا لدرجة الحرارة فوق المية ده بيوصلني لفوق المية الدرجة ما قوي لكن لو الغضروف لسه مازالة جوة الجراب بتاعه اقدر اعمله كده لو عندي غضروف واحد او غضروفين يتعامل كده ويبقى زي الفل طالما الغضروف بدري في البدايات بتاعته ولم ينفجر الغضروف نقدر نعمله ده ده قصة بتاخد ساعة زمن ونضوخ خلص ناخد براحة راجة فدائما نصحتنا نروح للطبيب نتخصص بدري نسمع الكلام امش بقولك تعالي روح لأي حد ناخد براحة راجة بس حد يكون امين وحد متخص ونسمع الكلام ونحطه يعني قدام عينينا كده نصيحة لما يقولك عملية ما تقولش اصد دكتور عايزنا اننا نعمل عملية اصلا هو محتاجني اننا نعمل عملية خالص يعني الموضوع مش كده تماما انا دوري ان انا انصح حضرتك واقولك الطريقة تتعامل بها العملية واعمل عمليتك علشان ما يجيش وقت من الوقت تدور عليها مش هتلاقيها مش عايزين ناخد قرار ها يعني غلط في الوقت الصح اننا نعمل فيها العملية ويجي في وقت تاني اطلب بقى اننا نعمل عملية بعد ما يكون عدة المعاد وحصل دموره بتاع العاصر او دمور الحبل الشوكي او بدأ البول يسيب مني ومش قادر ادخل الحمام وبتبقى امنية بس اعرف ادخل الحمام نفس اعرف انام من غير وجع يعني لما يجي مريضة ثور امن يقولك طعلي تريعي بس اعرف انام احساس فضيع جدا وخاصة لما تبقى ست بيت جميلة كده طول النهر ومطلوب منها تشتغل وعيالها وخدمة بيت وبتاع وإحنا عندنا مشكلة ان احنا يعني اللي دايما تعبان هيفضل تعبان وهو اللي بيخدم في الناس كلها طب ما انت تعبان ما يريحوه فيش حد بيرايح يعني برضو هم جايين على ماما هي اللي هتشيل وتحط وتعمل وتأكل وتشرب وتنظف والثقافة في التعاون معها هذي المشكلات اللي ينبغي ان تتغير والثقافة ينبغي ان تتغير من المريض ومن المحيطين المحيطين بيساعد بيودو في ستين ده يعني واحد يجي يتدخل ويقوله لا تعالى بقى وده معروفين في البلاد الارياف بالزاد بلاد القرى او بلاد الريفية الموجودة في مصر معروف تبصت لاي يجي واحد كده يروح متطوع يقوله بص لا تعالى انا هاخلك للحج مصطفى او هاخلك للحج علي تعرف اللي هو اللي بيبقى النصح الامين نصح الامين اصلا انا سمعت ان بيقوله دكورة العملية دي بتشن انا عندي اه يا بجا ده هو جاي لمشلون اه لا وهيقولك يا بصت لايه هو بتطوع كمان يعني هو بيبقى خدوه زيادة على زيادة في داهية جدا هو قد في داهية تلاقي تاني يوم انها يا بصت العربية اللي جايلك بالعربية بكرة اخدك من هنا هو وتطلع بيك على حج مصطفى في اخر العلم مع عصايا ايه بس ايده تلف حرير اضربك العصايا في ظهرك هتوم تجري يقولك وانا السته فلانة اللي بتشيل الغضروف كده بدون عملية السلام عليها اه طبعا ايدي هتتلف في حرير ده باشا طوابير هو ده سقافة ما هي ده احنا دورنا ان احنا نخلي الناس ما تفكرش في ده لان ده نصب ودجل واحتيال لما تلاقي واحد جاي ماكو في رقابته وماكو في كتفه وماكو في ايديه وديه حصل فاغض مول وحصل سقوط في الادين مش عارف يمسك بحاجة مش عارف يدخل الحمام عذاب كل فرقة في الطب يا عيني من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيقاوم حاجات الجهل والحاجات الدجل بشكل كبير جدا مش بس في المخوة العصام في كل حاجة في الزكورة فيه بس في المخوة العصام حاجات مستفزة قوي وخصوصا عند جراحة بقر العصام اللي هو واحد من السوبر إليد جراحين في مصر او سوبر إليد في العالم كله انتنا مرتين يا باشي المهاردة السعداء بهذا اللقاء الممتع دائما من المبدع دائما استاذنا السيد دكتور محمد صديق ودي كان كالعادة مبدعا متنوعا قصاصا رائعا ومتنخلا بإيجادة شديدة بين دروب او التشخيص والأعراض والعلاج لواحدة من أخطر المشكلات التي لا تقبل أبدا لا الدلع ولا التأجيل الغضروف هنا ضيف العزيز نورتنا وشرفتنا أسكتنا خليكوا دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر